اشتركوا في القناة في الاجتماع بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المتبادلة وتبادل وجهة النظر بشأن الأوضاع الإقليمية الراهنة والحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وبحث الجانبان التحضيرات الجارية للعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي ستستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو والمقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماعي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ترجمة نانسي قنقر